أردت ما أردت عليكم في الحلقة الماضية وفيما تقدم من هذه الحلقة صوراً لقطات من الكتاب الكريم أردت علم الرجال على مضمونها وحاكمت علم الرجال وفقاً لما جاء في تفاصيلها من قرآننا إلى عترتنا سبيل الهداية الذي أعطانا رسول الله صلى الله عليه وآله ضمان الهداية به أن نتمسك بالثقلين بالكتاب والعترة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا هذا هو ضمان رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قدمه لنا حديث الثقلين حديث الثقلين يلغي علم الرجال جملة وتفصيلة تدبروا فيه أمير المؤمنين يقول ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر حديث الثقلين وهذا الضمان وهذا الأمر من رسول الله أن نتمسك بهما معا ما إن تمسكتم بهما معا لن تضلوا بعد أبدا وإنهما سيردان علي الحوض ليس هناك من انفكاك من انفصال ما بين الكتاب والعترة الكتاب ما بأيدينا هو المصحف قطعا الكتاب له حقيقة أعظم لكننا نتحدث عن الذي بين أيدينا ما بين أيدينا من الكتاب هو المصحف الذي نعرفه بالقرآن ومن العترة إمام زماننا إمامنا الغائب عن أبصارنا الشاهد على أبصارنا وعقولنا وقلوبنا العترة العترة إمام زماننا ما بأيدينا من إمام زماننا ونحن في زمان الغيبة الثانية أحاديثهم حديثهم معارفهم تفسيرهم لقرآنهم وهذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير فهل يعقلوا أن رسول الله يساوي بين القرآن بحقيقته أو بظاهره المصحف وبين العترة بحقيقتها وأتحدث عن إمام زماننا وما ظهر منها من آثارها في حديثهم هل يمكن أن تكون المساوات وهل يمكن أن يكون الأمر واحدا موجها للتمسك بالمصحف وحديث العترة وهو تطبيق عملي للتمسك بحقيقة الكتاب وحقيقة العترة هذا هو المتاح لنا ونحن في زمان الغيبة الطويلة هل يمكن أن يكون الأمر واحدا بنفس الدرجة حيث حيث نأخذ المصحف بكامله ولما نأتي إلى حديث العترة نقبل منه خمسة بالمئة فقط مثل ما يفعل السيستاني أو ربما نقبل منه أقل من عشرة بالمئة كما عليه مراجع الشيعة منذ أن تأسست حوزة الطوس وإلى الآن الأعم الأغلب من مراجع الشيعة إن لم يكونوا جميعا خصوصا في المدرسة الأصولية القذرة وهي أقذر مدرسة بين المدارس الشيعية هي الأبعد عن إمام زماننا وهي الأقرب إلى قتلة الزهراء أتحدث عن المدرسة الأصولية النجفية الكربلائية القذرة التي هي حوزة النجف أكثر مراجعها إن لم يكونوا جميعا على طول تعريخها يضعفون وينكرون أكثر من تسعين بالمئة من حديث العترة بحسب قذارات علم الرجال وكلما كان المرجع الأصولي القذر يضعف عددا أكثر كلما قيل عنه من أنه محقق ومن أنه الأعلى هذا هو حال حوزة النجف أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة هذه حقائق يعرفها أصحاب العمائم ولا يستطيعون أن يرد علي وقد أثبتها بمئات ومئات من الوثائق في مئات ومئات من الساعات وكل هذا موجود على الشبكة العنكبوتية ويعرض أيضا على هذه الشاشة على شاشة القمر فهل هذا معقول أن النبي صلى الله عليه وآله يعطينا ضمانا بالهداية بالهداية الأبدية ما إن تمسكتم بهما بالمصحف وحديث العترة وهو تطبيق عملي للتمسك بالكتاب والعترة بالكتاب الحقيقي وبالعترة الحقيقية عمليا على الأرض بماذا نتمسك نتمسك بالمصحف وحديث العترة ما إن تمسكتم بهما لن تضل بعد أبدا فهل منطقي أن النبي يساوي بين الاثنين يساوي بين الاثنين في أمر التمسك بهما وفي بيان أهميتهما ومن أنهما سيكونان معا حتى يرد على رسول الله حتى يرد عليه عند الحوض فهل يعقل أننا نفهم كلام النبي أن نأخذ المصحف كله وأن نأتي إلى حديث العترة كي نأخذ خمسة بالمئة من حديث العترة أو عشرة بالمئة مثل ما يفعل مراجع المدرسة الأصولية القذرة الوسخة هل يعقل هذا إذا كان هذا الكلام يعقل إذن فعلم الرجال ضروري حتى نلغي أكثر من خمسة وتسعين بالمئة من حديثهم ومعارفهم أما إذا كان الكلام ليس منطقيا ومن أن حديث العترة نأخذه كله لكننا نجري عليه موازين التقييم التي وردت في نفس الحديث بعرضه على القرآن بتقسيمه إلى حديث التقية وغير التقية إلى حديث المدارات وغير المدارات بتقسيمه إلى ما يتعلق بظاهر الأمر وباطنه بتقسيمه إلى المحكم والمتشابه وإلى الناسخ والمنسخ وهذا نفعله بعينه في الكتاب الكريم فالكتاب فيه ناسخ ومنسوخ حينما نأخذ المصحف بكامله لابد أن نجري على المصحف قوانين المصحف التي ذكرت في المصحف فإن المصحف حدثنا عن محكم ومتشابه وإذا أخذنا بالمتشابه لوحده فإننا سنذهب في الضلال هناك محكم ومتشابه هناك ناسخ ومنسوخ هناك وهناك في المصحف في حديث أهل البيت هناك وهناك فحديث الثقلين يأمرنا أن نتمسك بالمصحف كله ولكن بأي شرط بشرط أن نعمل بقواعد المصحف في تمييز آيات المصحف من ناسخها ومنسوخها من خاصها وعامها من مبينها ومجملها من محكمها ومتشابهها إلى بقية التفاصيل والأمر هو وهو موجه بنفس القوة إلى أننا نأخذ حديثهم بكامله لكن هذا لا يعني أننا نرتب الأثر العقائدية أو الأثر العلمية أو الأثر العملي على كل الأحاديث فهناك أحاديث منسوخة هناك أحاديث مجملة هناك أحاديث عامة هذه الأحاديث لا نعمل بها هناك أحاديث التقية هناك أحاديث المدارات ومدارات من النوع الملغى هناك مدارات ملغات لا نعمل بها وهناك مدارات نتخذها أسوة إذا كنا في مقام التبليغ والتدريب والتعليم والتربية حديث الثقلين يرفض علم الرجال رفضا مطلقا لأن حديث الثقلين قسم الأمر بالتساوي للتمسك بالمصحف وبالحديث لكن هذا لا يعني أننا نعمل بكل ما في الكتاب الآيات المنسوخة لا نعمل بها الآيات المتشابهة لا نعتقد بمضمونها نعود إلى المحكم الآيات المنسوخة لا نعمل بها نعود إلى الناسخ وهكذا أحاديث أهل البيت أيضا هناك من الأحاديث ما نعرضه على الكتاب حينما يتعارض مع الكتاب نطرحه جانبا ربما صدرت من الأئمة لكن لحكمة لغاية نحن نجهلها الآن فحديث الثقلين يأمرنا أن نتمسك بالمصحف كله بشرط أن نعمل في المصحف بقواعد المصحف نفسه قطعا بالممازجة مع الحديث لأن النبي قطعا بالممازجة مع حديث العترة لأن النبي أمرنا أن نتمسك بهما معا بنفس القوة وبنفس الدرجات وبنفس الأهمية ما إن تمسكتم بهما بهما لن تضلوا بعد أبدا فعلينا أن نتمسك بالإثنين بنفس الدرجات بنفس القوة لا يستطيع أحد أن يقول من أن حديث الثقلين أمرنا بأن نتمسك بالمصحف بشكل كامل وأما ما يخص حديث العترة فإننا لا نتمسك به بشكل كامل أين هذا في حديث العترة أين هذا في حديث الثقلين حديث الثقلين كلامه مضمونه واضح من أن التمسك يكون بنفس الدرجة بنفس القوة بنفس الشدة نتمسك بالمصحف ونتمسك بحديثهم نتمسك بالمصحف بشكل كامل ولكن بشرط أن نعمل بقواعد المصحف في فهم المصحف والمصحف قال لنا هناك محكم ومتشابه وقال لنا والمصحف قال لنا هناك محكم ومتشابه وقال لنا أيضا من أنه ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم محمد وآل محمد صلوات الله عليه المصحف بيّن لنا كل الحقائق إذا التزمنا ببيعة الغدير وفسرناه بتفسير علي وآل علي فحديث الثقلين أمرنا أن نتمسك بالمصحف كله وفي الوقت نفسه في الجناح الثاني أمرنا أن نتمسك بالحديث كله بشرط أن نجري قواعد التفهيم وقواعد التشخيص وقواعد التمييز الموجودة في الأحاديث نفسها لأجل أن نفهم الحديث وهذا ما أردده دائما من أننا نأخذ ديننا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هذه الكلمة دائما أرددها هو هذا الذي أقصده هذا الفهم فهم صحيح لحديث الثقلين أو لا أعرض هذا الفهم على وجدانكم أعرض هذا الفهم على قلوبكم أعرض هذا الفهم على عقولكم تدارس هذا الفهم فيما بينكم هل هناك من خلل فيما قلت إذا كان حديث الثقلين هكذا يفهم فحديث الثقلين يرفض علم الرجال جملة وتفصيل وحديث العترة ينسجم مع القرآن والقرآن ينسجم مع حديث العترة الوقت يجري سريعا وهذا المطلب بحاجة إلى تفصيل أكثر لكنني أكتفي بهذا الإيجاز وأذهب بكم إلى فاصل عن الحكم بن عيين قال لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحبة وبرأ النسم لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد فقال الرجل وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا قال بلى قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من الكاف الشريف لشيخنا الكوليني رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 328 للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى بسنة الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة التاسعة والثمانين باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب سأقرأ عليكم بعضا من أحاديثهم الشريفة هذا الحديث وهو حديث واضح واضح جدا الحديث الثاني بسنده بسند الكوليني عن ابن أبي يعفور حسين ابن أبي العلا يقول ناقلا عن ابن أبي يعفور ابن أبي يعفور يقول سألت أبا عبد الله سأل الإمام صادق صلوات الله عليه سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به تأتينا أحاديث بعض الأحاديث نسمعها من أشخاص نثق به وبعض الأحاديث نسمعها من أشخاص لا نثق به هناك تمييز بين الرواة الإمام أعطانا هذا القانون قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله هذا هو مضمون حديث الثقلين الذي حدثتكم عنه قبل قليل إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله خذوا به وإلا 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 فالذي جاءكم به أو لا به فليذهب بحديثه أكان ثقة عندكم أم لم يكن هذا هو منطق أهل البيت يأتي منسجما مع منطق القرآن ويأتي متنافرا مع منطق حوزة النجا ويأتي متناقضا مع مراجع حوزة النجف وكربلاء ويأتي متناقضا مع المدرسة الأصولية النجفية القذرة هذا هذا هو منطق أهل البيت يأتي منسجما مع منطق القرآن ومع منطق حديث الثقلين الذي لا شك فيه ليس هناك من شك في صحة حديث الثقلين وقد شرحته لكم ومضمونه واضح في رفضه لما يسمى بعلم القنادر بعلم الرجال ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق يسأله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به الإمام لم ينظر إلى الراوي هل كان ثقة أم لم يكن قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا المات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعد أبدا وهذا هو التمسك بالكتاب والعترة برفض علم الرجال برفض علم الأصول برفض علم الكلام برفض حوزة النجاف برفض مراجع النجاف برفض حوزة الطوسي هذا هو التمسك بحديث الثقلين هذا هو التمسك بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الحقائق واضحة 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 اتصيرون اتصيرون اوادي لو ظلون مطايم وركوب عليكم اتحفوهم اتحفوهم بالوثيقة الديخية ما رد اجيب الاسمان واحد قال لي ادر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لها اخر بابل ما توصل للنوبيل هي قاعد توصل اطمئنن تركبهم يعني ما اشي عمل تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عباردة واحد من الاعلام اتقبل خمسة قال لي مستعجب مش داره قوله تركب يعني خلاغة اغاميش اني كما تقول خلاغا اغاميش جميز بغلاغه كان حالة باسم فقوش ديخ فعربيق فقوش والنس حباث كنا على تقوش كنا تعرفون لانه ما لتأجيب الاسم عربيق قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة ان الحمارة مع الحمير مطية فاذا خلوت به فبئس الصاحب الرواية واضحة صريحة عن امامنا الصادق صلوات الله عليه اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به او لا به هذا هو منطق القرآن ومنطق العترة وليذهب علم الرجال الى المزبلة والتذهب المدرسة الاصولية النجفية القذرة النجسة الى الجعيم بمراجعها وعمائمها العباسية الابليسية هذا هو منطق الحق والحقيقة من دون مجاملات للحديث بقية وصلة نلتقي غدا ان شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد وعلى رفض المدرسة الاصولية النجفية وعلى البراءة منها ومن دينها ومن علم قنادرها هذا سألكم الدعاء جميعا في أمان الله